نذهب إلى سؤال رقم 15 طلب مننا في هذا السؤال تفسير لوحة مواصفات للمحرك نبدأ بأول قيمة والتي هي 6.65 أمبير تسمى بالتيار الاسمي في حالة ربط المثلثي حذاري 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 عندما يكون لدينا ربط المثلثي وطلب منك حساب الاستطاع الممتصة في هذه الحالة نعوذ بـ 6.65 أمبير وعندما يكون لدي إقرار نجمي وطلب منك حساب الاستطاع الممتصة في هذه الحالة نعوذ بـ 3.84 أمبير إذن 3.84 أمبير هي التيار الاسمي في حالة إقرار النجمي بعدها صفة فاصل 78 وهي معامل استطاع كوزافي 76% وهي مردود المحرك وهذه القيمة مهمة جدا حيث المردود المحرك يساوي الاستطاع المفيدة على الاستطاع الممتصة أما 1440 وهي سرعة دوران المحرك أي سرعة دوران الدواء بما أن سرعة محرك 1440 في حالة الفرق فإن سرعة التزامن أو سرعة دوران الحق المغناطيسي الدور هي 1500 1.5 كيلو واط وهي الاستطاع المفيدة حذاري هناك بعض عندما يجد الاستطاع في لوحة المواصفات يعتبرها الاستطاع الممتصة وهذا خطأ أي معلومة موجودة في لوحة المواصفات هي دائما استطاع المفيدة 220 وهو جهد الاسمي في حالة ربط مثلثي مترأة سانكرون معناها محرك لا تزامني مع المرجع ورقم التسلسلي 40 درجة مئوية يقصد بها درجة الحرارة الأعظمية التي يحافظ فيها المحرك على الخصائص الاسمية وما هي الخصائص الاسمية مثلا 3.84 أمبير يحافظ عليها إذا زادت درجة الحرارة أكثر من 40 ممكن أن يمتص بطيار أكثر من 3.4 و 80 50 وهو تواتر الشبكة